لأول مرة تكشف أسرار تمويل الإمبراطورية الإخوانية معززة بوثائق وصور هذا ما قالته صحيفة الوطن المصرية في تحقيق استغرقها خمسة أشهر الولادة السرية لجماعة الإخوان وحضرها لسنوات طويلة حتمت على قادتها ابتكار أساليب جديدة لإخفاء أموالهم طوال ثمانين عاما في النظر إلى التمويل الداخلي لجماعة الإخوان من أعضائها البالغ عددهم خمسة آلاف عضو تتضح أهمية المصادر الخارجية وراء التمويل أول خيوط هذا التحقيق تمثل بتتبع نشاطات مالية لرجل الأعمال المصري وعضو الإخوان يوسف ندا تحت اسم التقوى ومن ثم ندا للإدارة في جزر البهامة قبل أن تصادر أمواله فقرر الإخوان إيجاد طرق أخرى يصعب كشفها تسع مؤسسات إخوانية أغلبها في سويسرا تمثل التمويل الأساسي لنشاطات الجماعة وخططها في التوسع في مصر وخارجها أولى هذه المؤسسات في سويسرا جمعية أطلق عليها الجماعة الإسلامية في كانتون برأس مال يصل إلى 60 مليون جنيه مصري ثاني مصادر تمويل الإخوان في سويسرا هو مركز الثقافة الاجتماعية للمسلمين في لوزان ويعتمد على الهبات والمنح والاستثمارات في جمع الأموال المؤسسة الثقافية الاجتماعية في سويسرا ثالث مصادر دعم الجماعة لا تتوفر في السجلات السويسرية أي معلومات حول مصادر دخلها بحسب صحيفة الوطن رابع مراكز جمع التمويل للإخوان المسلمين مؤسسة التأثير الاجتماعي وتهدف إلى التبادل الثقافي والمساهمة في الحياة الثقافية السويسرية اتحاد مسلمي سويسرا الذي يمثل المصدر الخامس للتمويل ويحوي 500 عضوه المؤسسة السادسة تدعى الاتحاد الإسلامي للمعلمين تجمع الأموال من أعضائها لصالح الإخوان رابطة المنظمات الإسلامية في زيونخ تأسست عام 1996 وتعتمد على جمع الأموال من الأعضاء المشتركين في المنظمات الإسلامية في سويسرا وفي زويرخ السويسرية أيضا تقع المؤسسة الثامنة تحت اسم الجماعة الإسلامية في زويرخ الهيئة الإسلامية العالمية الخيرية في جينيف مصدر التمويل التاسع للجماعة وأكثرها انتشارا ولها فروع في دول عربية كالكويت هم بيحاولوا يضللوا وبيحاولوا يخذعوا تسع مؤسسات تجمع الأموال لمؤسسة الإخوان تمكن هذا التحقيق من الكشف عنها لتحل جزءا من لغز الخزينة الإخوانية لكن ما خفيا يبدو أعظم